أكد محافظ شبوى عواض بن الوزير مواصلة الدفع بالعملية التعليمية والأكاديمية في كليات الجامعة وتحسين جودتها ووجه المحافظ خلال لقائه بمجلس وعمادة كلية التربية في بيحان بمعالجة كافة الإشكالات التي تواجهها الكلية ودعم قدراتها العلمية والمالية منوها بدورها في تأهيل أبناء مديريات بيحان الثلاث وتخفيف مستوى الإقبال على نظريتها بإعتق مجددا دعمه لآفاق ومستقبل التعليم العالي بالمحافظة والتوسع المستمر في منشآته واستمع المحافظ من عميد الكلية الدكتور محمد دويحان لشرح عن مستوى سير العملية التعليمية والأكاديمية بالكلية والسبل الكفيلة بتعزيزها والمشكلات التي تواجهها في مختلف الجوانب خاصة حاجة للكوادر الأكاديمية وتطوير البنية الأساسية للتعليم الجامعي فيها ترجمة نانسي قنقر